اللي بيحصل أن الطفل دائماً مش موجود طول الوقت في البيت وهو طبعاً التغذية العلاجية أحياناً ما بتنفعش في موظم الوقت بنعرف دائماً أن احنا بيحصل منها فشل كتير لأنه الطفل مش أندر كنترول طول الوقت ولا عنده القدرة أنه يتبع نظام غذائي بصورة مستمرة باستمرار لفترات كبيرة المعدة بدايتهم صغيرة وإحنا ما عندناش حلول كتيرة لإنقاص الوازن في الأطفال يعني غير تغذية العلاجية لو فكرنا فيها مع الوازن الكبير مش يتجيب نتيجة طيب لو ركبنا باللون المعدة صغيرة ما بتستحملش أن احنا نركبها يعني اللي بيحصل بعد كده أن احنا بنفكر بقى نعمل عملية زي تحويل مصار أو تكوين المعدة تحويل المصار بتبقى شديدة شوية على الأطفال شديدة بمعنى أن الأطفال بتاعتنا بيبقى خايفين عليهم في النمو بتاعهم في النمو الهرموني عند البنات فأنهم يعني عايزين يبقى ما عندهمش أي نوع من نقص الفيتامينز أو العناصر أو نقص التغذية وبالتالي احنا بنعمل أقل العمليات يعني وقت أقل العمليات في المتابعة أقل الحاجة ما تعملش نقص في فيتامينز زي تكميم المعدة والحقيقة طبعا أن تكميم المعدة مميزة في الأطفال لكذا سبب أنها ما بتأسرش خالص على الامتصاص يعني كمية الأكل اللي احنا بنكلها فقط فقط احنا بنقللها لكن التغذية لا يوجد أي تأثير على العناصر لا يوجد أي تأثير على الامتصاص لا يوجد أي تأثير بالتالي على النمو سواء النمو السوبيان أو البنات في السن الصغير العمليات كمان بتبقى أسهل في الأطفال من الكبار لأن جدار البطن بتاعهم صغير يعني المنظر بتحرك فيهم بسلاسة شديدة وكمان بياخد وقت قصير جدا خد لا يتعدى نص ساعة وأقل شوية كمان في الوقت كمان الدهون بتاعتهم اللي حوالي المعدة بتبقى قليلة يعني الدهون بتبقى ليست متجمدة متليفة زي الوزن الكبير في السن الكبير يعني دهون بتبقى ثالثة جدا في أن احنا نتعامل معاها ما فيهاش أي نوع من المشاكل وقته صغير في إجراء العملية النمو اللي بعد كده احنا مش محتاجين الطفل ياخد أجازة فترة كبيرة من مدرسة احنا محتاجين يوم بعد إجراء العملية ممكن يعملها في وكي أند يعملها في نهاية الأسبوع وينزل دراسته تاني يوم على يوم سابتة أو حد بقى سواء المدرسة اليوم بتشتغل أحنا في يوم سابتة كمان فأقصد أنه محتاج يوم يوم فقط ما بعد إجراء العملية وكمان عايز أقول حاجة أن الأطفال بيترجموا الواقع يعني فيه أطفال بيبقى عايزة يخرج من المستشفى بعد ست سبع ساعات هو شايف أنه كويس هو بيترجم الواقع بحقيقته بوضعه الطبيعي وبالتالي يعني بيبقى عايزة يخرج من المستشفى بسرعة يعني الكبار لا يعني بيبقى مقدر الوضع أكتر شوية وبعايز يعطي المستشفى شوية يعني طب بيقعد 12 ساعة الأطفال لا ممكن يخرج بعد فترة وسيارة احنا ما مخرجهمش لكن هو بيبقى عنده إرادة ويشايف أن الأمور سهلة وسالسة بحيث أنه عايز يروح يعني مش حاسس الطفل بيقوم من العملية مش حاسس بحاجة أصلا عمتا هو حتى لو حد كبير العملية دي حاجة جوة يعني داخلية مش جرح كبير نحن بنحاس بيقى فالعملية بيكون النجاح فيها جوة يعني ما حد شايفه اللي شايفه بس الطبيب الشاطر اللي بيعمل العملية دي